الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوله أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غاهبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما ملعك قال ما ملعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبخ منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قدن لهم زرافة المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذهوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ويولي عنهما من سوآتهما وقال ما لاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ولاداهما ربهما ألم أنهكما أوتلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباس وما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصطة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم ضلالا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مرتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظار منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتين فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذب لو كذب بآياته أولئك ألالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا واشعدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا فيهم من قد خلت من قبلكم من الجن والهنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركم فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا أولئك وظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفوا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا بسعهان أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ولزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتذي لولا ألا دان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا وانتلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذل مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجا وهم بالآخرة كافلون وبينهما حجاب قال الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون وإذا صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يلالهم الله برحمن ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنافضوا علينا من الماء يوم ما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم آبا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولو قد جئناهم بكتاب فالصلى ولا علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءكم رسل ربنا بالحق فأل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فلعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا ترسدوا في الأرض بعد إسعادها ودعوه خوفا وقفا إن رحمة الله قريب من المحسنين والذي يرسل الرياح بشرا بيننا ومن المحسنين إذا قلت سحابا انتقالا سقناه لبلد ميت لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد عرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وعالم من الله ما لا تعلمون أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميا وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال البلو الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاغة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاغة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأن لكم ناصح أمين أو عجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء مما لقوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجتلى لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في اسماء إن سميتموا وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتذروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين ماهوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمودا خواهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قسورا قسورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا الأمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخلفهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونسخت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقوم يتاتون الفاحش بما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم مناسوا يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمقرنا عليهم مقرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله فما لكم من إله غيره قد جاتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي رسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروه حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكوننا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما قال الله توكل لا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قومه لين اترعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوه وقد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهذر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقصوا عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسخين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلى الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فإلقى أصاه فيذا هي ثوبان مبين ونزع يده فيذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وآخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن للا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي صاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها آلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى رب لا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا رب لا أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفشدوا في الأرض ويذرك وآليتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم القوفان والجراد والقمل والضفاد يودم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقى عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثوا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافليا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومبغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل فاتوا على قوم يعقفون على أسلام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إليهم كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومه وأصلح ولا تتبئ سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أيني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أثاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شوء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرجل يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدين أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفل لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وظلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فدقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتغلقنا بما فعل الصفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واختب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبهم عندهم في التوراة في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضوعلهم إصرهم والأغيال الذي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أثباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى وقومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينان قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرنة وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حقا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خفياتكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما لله موذفون أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أرجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عماله وعلموا قلنا لهم كونوا قردة خاسئيا وإذ تأذن ربك ليبعثن إليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم أرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيهم والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلتوا وظنوا أنهم واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلهم يتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ ذلك أو تتركه يلهذ ذلك كمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مهل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالألعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ولعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يغلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله خير ولكن أكثرهم لا يعلمون قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت خملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوى الله ربهما فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أغفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطرشون بها أم لهم آذى أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أغفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالأرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزرهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان افتذكروا فيذا هم مبصرون وإخوالهم يمدوا لهم في الغير ثم لا يقسرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك فضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن نرى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم سجد